أهل سلام لهم في اسمهم نصيبة فممن يلقون الضيفة بالترحاب والتحاهم ولله الحمد أهلنا وأصهارنا وأحباؤنا وأحباؤنا طوقوا الشعب أسيوف من شماله إلى جنوبه من شرقه إلى غره بجميلين من ضمن الرصيد الواسع أول مرة دبت قدماي إلى هذه البقعة الطيبة المباركة كانت دعوة كريمة في حضور فضيلة مولانا الشيخ محمود الشحات محمد آر ثم أعاد علينا الكرة كرماً وفيوضات فوجهوا لنا الدعوة لنحضر مرة أخرى في هذه الليلة وهذه الليلة نحسبها عيداً من أعيادنا حيث حل بأرض وبقعتنا المباركة قارئنا الكبير وأحد أعلام التلاوة في الأمة الإسلامية كلها فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطهوري وشيخنا بعيداً الله عن النفاق والمجاملات بزرة طيبة لأسرة كريمة لن تجد لها مسمى إذا أشرت إليهم كباراً وصغاراً ذكوراً وإناثاً إلا أن تقول عنهم هم أهل الله وخاصة وببركة القرآن فلهم باع طويل ورصيد ضح تواصوا عليه وتوارثوه جيلاً من بعد جيل جداً وجدة أباً وأماً أخاً وأختاً ابناً وبنتاً ومازال الخير وهو موفور حتى في الحفدة والأحفاد فأسأل الله أن يجزي آل الطاروق عنا وعن صعيد مصر وعن مصر كلها وأمتنا الإسلامية وأمتنا العربية خير ما جاز أهل القرآن وخاصة وبعد نحن هنا في أسيو عندنا من أدب الاستماع والإنصاط لكلام الله ولكن لشدة اشتياق الأرواح لفضيلة الدكتور وهي رحلة طيبة في بلدة طيبة ورب غفور لشدة الأشواق باحت ووجدنا في هذه الليلة مظاهرة في محبة شيخنا الكبير نعم ونحن نقول يا إخوان هذا شيء طيب ونرضاه ونرتضيه لأننا اليوم في احتياج إلى همة صاحب الحال لا إلى لقمة صاحب المال أصحاب الجيوب يختلفون تماماً عن ملاك القلوب هذا من فضل الله علينا وعلى الناس اختيار مولاناً لنهايات سورة الكهر ضلباً ورجاءاً من الله العلي الكبير أن يسكننا الجنان ثم إذا به يستفتح سورة مريم وسورة مريم هي سلوى الحزين وخير ما نتلوه في أفراحنا نعم لكل مقام مقام وهذا يدل على مكانة شيخنا وعمق فهمه وعليا علمه ودرجات يقينه فأسأل الله له الزيادة إن شاء الله مريم وكلكم أهل علم واطلاع ودين والتزام هي المرأة الوحيدة التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى خصوصية لم تنالها مرأة من قبل مع أن القرآن تكلم وفيه سورة النساء الكبرى وفيه سورة النساء الصغرى وفيه سورة التحيين تحكي عن مواقف عائشة وحفصة ومارية وفيه في سورة النساء إشارة إلى المرأة ريقة وفيه سورة بن تسعر التي كانت تغزل طوال النهار وفي نهايته تفك ما غزلت نعم وأشار القرآن تلنيحا إلى زينب بن تجح أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كانت إشارات لأمنا حراء وللسيدة هاجر وللسيدة سارة فالقرآن أشار تلنيحا جملة وتفصيلا إلى كثير من النساء عبر كل العصور وخلال تلك القرون لكنه لم يتحدث صراحة ولم يذكر اسما كاملا إلا السيدة مريم عليها وعلى بنها السلام أيها الأكارم السؤال لماذا خص الله مريم بالذكر في خير كتب الله خير كتاب أنزل على خير نبي أرسل صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لأن قصة مريم تتعلق بمسألة الخلق وقدرة الخالق شاءت إرادة الله العلي الكبير أن يوجد آدم من غير أب أو أم فخلق آدم عليه السلام ثم شاءت إرادته تبارك وتعالى أن يخلق من ضلع آدم الأيسر حواء أم البشر عليه السلام فاستخدم الذكر دون وجود أنثى فهي أول أنثى في التاريخ كله ثم جاء الشق الثالث في مسألة الخلق والخلقة فعنبت الله من آدم وحواء نباتا حسنا فرزقهما بالاثنين توأمين مع كل بطن لأمنا حواء ليكثر العدد ويحصل التجانس مع التكاثر ويعمر الكون ويحفظ النسل فساق الله عز وجل إلى آدم وحواء قابل ولينا ثم كانت البطن الثانية هابيل وليا وجاء الأمر أن يتزوج الزكر الذي نزل في البطن الأولى بالأنثى التي نزلت في البطن التالية وأن يتزوج الزكر الذي جاء في البطن التالية الثانية بمن نزلت مع أخيه توأمته في البطن الأولى وحصل الخلاف وأنتم تعلمون القصة كما ذكرها القرآن المجيد إذن أنبت الله من آدم وحواء عليهم السلام الزرية طيبة المباركة وتوالد النسل وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لكن في هذه المسألة خلق الله في وجود رجل مع امرأة في البداية كن فيكون إن مثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في الخلقة خلقه بقوله كن دون احتياج إلى ذكر أو أنثى وكانت المرتبة الأولى ثم خلق في وجود الذكر آدم عليه السلام أمنا حواء دون احتياج إلى أنثى وكانت هذه هي المرتبة الثانية في مسألة الخلق ثم أنبت الله ما بين آدم وحواء الأبناء والذرية بنين وحفدة في وجود ذكر ووجود أنثى ثم تبقى الركن الرابع في مسألة الخلق والخلقة أن يخلق الله في وجود أنثى دون أن يمسها ذكر فكان اصطفاء الله لمريم بنت عمران عليها السلام سورة مريم استهلال طيب وآية كريمة فاسمعوا يا عباد الله جانبا حتى يسترد شيخنا المبارك أنفاسا فقد أثقلنا عليه بطلباتنا من من يطلب المقامات ومن من يطلب القراءات والرجل كعادته يبتسم لهذا ويلب دعوة هذا ويتواضع أمام أوامر هذا ولذلك تعلقت القلوب بشيخنا الطاروق أسأل الله أن يقيل لنا عمر وأن ينفعنا بعلمه وبارك الله فيه وفي تلاوته وعلومه وجهوده وبارك في تلاميذه ومريديه فهو صاحب بصمة طيبة في علم التلاوة نعم السيدة مريم اعتزلت بني إسرائيل ونصبت لنفسها خيمة بين المروج الخضراء جعلت لنفسها خيم واختارت مكانا بالقرب من بئر لأن الإنسان دائما في احتياج إلى الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي في صبيحة يوم من الأيام حملت جرتها وانطلقت لتملأها كعادتها في كل صباح فلما وصلت إلى مشارف البئر حست وهي الوحيدة في المكان وهي فتاة عزراء تخشى حتى من الهوى الطائر أحست صوت أقدام تستقر من خلفها على الأرض أعيروني انتباهكم لم تسمع صوت أقدام تشير على الأرض سمعت صوت أقدام تستقر من خلفها على الأرض فامتلأت خوفا لأنها تعلم يقينا ألا يوجد أحد في مثل هذا المكان غيرها فلا أحد يؤنس وحدتها وهي تخشى على عزرياتها فالبنت مهما كانت ضعيفة وفيها المطمع وعزه بين المرود هربت من بني إسرائيل وطغيانهم واتهامهم للأبرياء طوال عهدهم والكفر كله ملة واحدة في أي وقت وفي أي زمان فلما أحست بأصوات تستقر من خلفها على الأرض امتلأت خوفا ورعبا ثم التفتت لترى الحدث في أول الأرض لم ترى شيئا ثم بدأت عيناها تتعودان الضوء الشديد والنور البهي الكريم ثم فوجأت برجل يقف ما بين السماء والأرض فدققت النظر إلى وجهه هي لم تراه من قبل لكن في وجهه عزة من يعبد الله منذ ملايين السنين فلما رأى حالة الرعب وقد تمكنت من جسدها أراد أن يدفي على المكان حالة من الأنس فقال لها السلام عليك يا مريم إذن هو يعرفها ويعرف اسمها لكنها لم تعرف ولم تراه من قبل فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيه هل أنت ممن يتقون الله ويعرفون الرحمن الرحيم حتى تكون بيني وبينك وقايا حتى لا تمسني بضر أو تقمع فيه بغير حق حقيق قال لها يا مريم إنما أنا رسول ربك فرحت انشرح صدرها إذن لم يخب مسعاي أنا رأيت النور البهي في ذلك الوجه المشرق فعرفت أن الأمر فيه خير وفيه حالات من الكرامة والأضواء إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فكرت وصرحت في بداية القول إذن هذا هو الملاك الطاهر المطهر إذن هذا هو جبرائيل كبير الملائكة سفير الوحي سفير الله إلى الأنبياء والرسل والعباد الصالحين والإماء الصالحات لكنها انتبهت إنه يقول جاء خصيصا ليتسبب أنها تحمل والبشار أن الحملة سيكون ولدا فامتلئت رعبا من جديد ما تقول أنا فتاة أنا لم أكن متزوجة ثم من الذي أتزوجه ثم كيف يتم الحمل وهل هناك زرع بدون ماء هل هناك زرع بدون ماء قال لها نعم هذه الأمور توكل لله عز وجل حيث إذا شاء أراد كلها أمور بسيطة وهينة ولينة كل المطلوب منك يا مريم أن تدعي الأمر كله لله سلمي أمرك لله هي ما زالت في دهشتها ولوعتها فإذا بجبرائيل عليه السلام يحرك يده في الهواء بقبضة هواء ويدفع بها في اتجاه جيب مريم فتنتفخ بقمها حملا بعيس المسيح ولا تتعجب فإن الأمر كله لله نعم ثم تركها جبريل وعاد أدراجه إلى مكانه العلوي فحملت جرتها وامتلأت رأسها بالأفكار وعادت إلى خيمتها ومرت أيام الحمل تسعة أشهر كاملة لم يكن عيسى وليد صدفة ولم يكن وليد ساعة ولم يكن وليد أسبوع كيف من نزل قبل تسعة أشهر يعد نقصا أو عيبا ورسل الله معصومون من الخطأ كاملون العتادة والعدة صنع الله الذي أتقن كل شيء نعم هذا من فضل الله علينا وعلى الناس بدأت هي تفكر وشغلتها الهموم ما هي إجابة سؤال ابن من هذا كيف تم الحمل إنك فتاة وإنك عذراء ومن بيت طيب ونحن نشبهك بهارون الرجل الصالح ثم إن أباك رجل قديس رجل صاحب علم وصاحب تقى ثم إن أمك من الطاهرات الأبرار فكيف تأتين أنت بمثل ما جئت به كل الذي شغلها أن تجد إجابة المقنعة لبني إسرائيل وهؤلاء قوم البريء عندهم متهم حتى تثبت إدانته والمتهم عندهم متهم حتى تتم إدانته لن تفلت من بني إسرائيل البتة أبدا جلست إلى أن شاء الله صبيحة يوم من الأيام وقد أتمت حملها وخرجت لتتمشى فوجدت جزع نخلة مطوع قلبها وأطرافها فاتكأت عليها وجلست وبدأت آلام الولادة ولحظات الطنق وقد أخذتها الأفكار كل مأخذ ثم إذا بها تحس بأن جنينها قد نزل وقد نزل عيسى ساجدا لله كعادة الأنبياء رافعا قفه المضيئة إلى أعلى وهي تسرح ما الحل وكيف تكون إجابة السؤال هنا ناداها من تحتها نادها هو عيسى ناداها من تحتها الملائكة الملائكة الحضور الذين حضروا هذه اللحظة السعيدة فقد ولد من كتب عليه أن يتحمل آلام البشرية كلها نعم ثم وضع يده المباركة على وركها على فخذها وقال يا أمه دعي أمرك كله لله لا تحملين همى فإذا ما سألك سائل قول له إني نذرت للرحمن سوما فلن أكلم اليوم إنسيا نزل وهو يحمل هم أمه يقدم لها الإجابة الوافية الكافية الشافية سبحان الله فحملته وفرحت به لم يكن وجهه أحمر مجعدا كعادة من يلد لكن وجهه كأنه فلقة القمر نعم فأخذته بين أحضانها وشقرته لدفاعه عنها ثم سمعت النداء من قبل سرادقات الكمال والجمال والجلال يا مريم هذا المجرى المائي أجراه الله لك لتتأهر لتغتسبي لتتوضأ لتشرب ولتشرب ابنك هذا حتى تستدر الألبان في ثدييك وهزي إليك بجذع النقلة ما عليك إلا أن تضع يدك المباركة على هذا الجزء فإذا به تخضر أوراقه وتثمر ثمراته وتمراته وتنزل الرقب الجني لتعوض الدم المسفوح المسفوكة أثناء لحظات الطلق وساعات الولادة وهذا من فضل الله عليها وعلينا وعلى الناس ثم أقبل بنو إسرائيل يفتشون يتساءلون علهم يجدون مريم فلما أعياهم البحث وصلوا في فجر ذلك اليوم الذي ولد فيه عيسى فوجدوا راعيا للأبقار فقالوا يا راعي البقر هل مرت بك فتاة ترتدي ثياب كذا وكيت وكيت قال لهم أنا لم يمر بي أحد لكني البارحة رأيت شيئا عجبا قمت بامتصف الليل أطمئن على أبقاري وأغنامي فوجدت نورا يشع من ذلك المكان البعيد وأشار إلى مكان النخلة ثم وجدت أبقاري كلها ساجدة لله فسار بنو إسرائيل إلى حيث أشار راعي الإبل فوجد مريم وبنها كأنه قطعة القمر قالوا يا مريم من هذا؟ ابن من هذا؟ وكيف جئت به؟ أيوجد زر بدون ماء؟ أخبرينه غبتي ثم عدتي وقوال الغياب حملتي ثم أنجبتي وهذا ابنك أكيد أبوه من؟ يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا يا مريم أتسخرين منا؟ أم تتهكمين علينا؟ نحن نسألك فتشيرين إلى ذلك المولود الذي ما زال في لفافته وقد ولد منذ سويعات أيملك هذا دفاعاً أو حديثاً أو كلاماً؟ فأشارت إليه كلمهم يا بني فانتفض عيسى من حجر أمه وقال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما جمت حياً وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ذلك عيسى بن مريم قول الحق وقول الحق الذي فيه يمترون نعم يا ربنا نشهد لك بالوحدنية ولنبيك محمد بالنبوة والرسالة ونشهد عيسى بن نبوة والرسالة ونشهد لمريم أنها أهل الاستفاء لله رب العالمين فسلام على مرلمة وسلام على عيسى وسلام على الأنبياء والمرسلين وسلام على سيد الأولين والآخرين ضابت ليلتكم أسأل الله أن يبارك في ليلة حناء أخانا العريس وأن يبارك غداً في ليلة دخلته وأن يزمع بينه وبين عروسه في خير وأن يصب الله عليهم الخير صباً صباً وأن لا يجعل عيشهما كداً كداً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا